ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والأخوة والآباء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى كلمة يعبدون كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني ليوحدون يبقى معنا الآية الكريمة إن ربنا ما خلق جميع الجن وجميع البشر إلا للتوحيد لأن ربنا قال إلا ليعبدون فدل هذا على أن التوحيد هو أعظم أمر وأعظم وأكبر شيء لأن من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى وأوجدنا يبقى يجب علينا جميعا إن نوحد ربنا وكلمة نوحد ربنا هذه كلمة كبيرة جميعا ما يزول بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناة موحد لأن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة يعني ما تعبد إلا الله الدعاء عبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فالإنسان اللي بيدعو غير الله اللي بقول يا البرعي تنجدني وتفزعني يا المكاشفي تديني الجنة يا ودبدر من الفقر إلى آخره دعبد غير الله طوالي وده ما موحد ولا عنده أي علاقة بالتوحيد حتى لو قال لا إله إلا الله من بعد العصر ليه صلاة المغرب وليه بكرة تصبح الشميش ما موحد لأن التوحيد ما مجرد كلمة قال يا جماعة لابد من العمل وتطبيق هذه الكلمة وعدم الإتيان بما ينقضها فالشرك الشرك ينقض هذه الكلمة كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والشرك ده الناس بيسمعوه كثير شرك شرك لكن يتخيل ندل يا جماعة بجمعون في المساسلات الدينية نسبوا جاهل وابلها بس المشركين الشرك ده قد يقع من إمام الجامع ذاته والله إمام الجامع ذاته وقد يقع من المأزون البعقد لك ذاته على كتاب الله زوجتك على سنة رسول الله وازنت لمن يشهد ممكن يكون هو مؤول مشرك ممكن إذا كان بيستغيز بغير الله يا فلان تديني وتنجدني ويا شيخ فلان تعمل لي وتنزل لينا المطر ده الشرك انت قال الشرك ده كيف أو حتى لو لابس لي حجاب تميمة هنا أو معلق ليش ويتكمون ويعتقد إنه الحجاب ده بيقلب له نفع ويقول لك الحجاب ده الله الدانيلا وابوي الشيخ في الطريقة هناك وقال لي أواعك تقلعو لأنه بيحفظك لأنه بيحفظك ده الشرك ذاته لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة يعني حجاب فقد أشرك كذلك الحليفة بغير الله الناس اللي بيقوله وحات حسن واتحسونة والناس اللي بيقوله وحات أبوي والناس اللي بيقوله وحات أولادي وحتى الناس اللي بيقوله وحات النبي وحات الرسول ده برضو شرك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك وده اللفظ الصحيح كده فقد أشرك يبقى الشرك موجود ولا ما فيه فيه ناس بيحلف بغير الله ولا ما فيه فيه يبقى الشرك موجود فيه ناس بيدعو أصحاب القبب والقبور في البلد دي ولا ما فيه يبقى الشرك موجود في قبب ولا ما فيه بلد دي كله قبب يبقى الشرك موجود موجود وبيكثره وللأسف هو الأغلب في البلد دي وفي غيره لشكذا حالنا ما بيصلح إلا إذا خلينا الشرك ده والله ما معناته كلنا نحن كفار مشركين لا 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 نحن ما تكفره هجرة نحن بنقول الشرك موجود لكن الخير برضو موجود المسلمين موجودين والطيبين موجودين لكن الشرك كتير انت ما شايف القوبة بدي أمشي مدني شوف كم قوبة أمشي بحراز شوف كم قوبة أمشي العلفون شوف كم قوبة أمشي مضوهم بان أمشي الكباشي أمشي زريبتالبرعي أمشي محل دار تمشي كل غباب صواريخ تحارب العقيدة وتحارب حق الله على العباد يقف صحيح البخاري يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يغضب ويغتم إذا وجد معلم واحد أو وثا أو صنم يُعبد من دون الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ألا تريحني من ذي الخلصة يعني شنو كلمة ألا تريحني يعني شنو معناته كان شنو كان مغتم تعبان قلب تعبان لأن في صنم اسم ذو الخلصة والخلصة والخلصة كل صحيح كان يُعبد من دون الله واحد فقال يا علي ألا تريحني من ذي الخلصة ألا تريحني أسألكم بالله ألا لكم قباب تعبد كم وسم بيعبد يا ناس ونحن قاعدين نتفرج نتفرج ونعاين ودارين الوضع يصلح والله الذي لا إله غيره الوضع ما يصلح في البلد وغيره إلا إذا الناس دي عبدوا الله تمام لأنه العذاب والجوع والعطش والأوجاع والأوبئة الفتاكة والمشاكل السياسية وتصليط الحكام الظلم عموما ما بيجي إلا إذا في شرك ربنا قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة يعني مشركة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد حصلنا مرحلة يا ناس إن المشركين الليلة بيسموهم أهل الله بيسموهم أهل السلسلة مشرك يقول لك الولي الكبير والصالح النحرير وأكبر ضال وأكبر مشرك قوماك نزاور للأولياء الأقطاب لهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم علم بالغاب باطن وظاهر وربنا يقول الكلام ده كله كذب وشرك ما يعلم الغاب إلا الله والقال الكلام ده ده مدح كبير البرعي بيجيبو جابوه افتتح كبري الفتحاب كبري الخرطوم الفتحاب انت قال لي افتتح منه افتتح البرعي عشان كده الليلة زحم ذاته واموره كلها جايطة افتتح البرعي والله مشو حفيان الجماعة في الوقت داك من بيجاي الخرطوم حفيان قص الشريط بتاع الكبري ومشى حفيان بكرعين وقال جعل بركة في الكبري وطلع مشى من درمان اظنه رجع تاني حفيان باركة البرعي في الكبري الفتحاب بل ازاي دي تتقدم كيف اسألكم بالله يا اخي يا اخي الصنم واحد يدعب النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه فيقول يا علي ألا تريحني منذ الخلصة نحن الليلة القبب دي كله ما تدعبنا في قلوبنا كده انتو انتو خد انتو زادكم الدعاة دي في ناس الواحد ساكن في حلة والقبب في بطن البيت او بطن الحلة او جنبيه تجار والنور زاده بتاع القبب كاشر بله في البيت ويطلع شاهل شانطة ومشي ماشي الجامعة جاهل من الجامعة مرتاح ما في اي حي اصحاب اصحاب هو القبة ده ما التوحيد الخالص التوحيد الخالص انه الشرك ده يحرقك ويخليك تشتغل ما بنقول لمشي نكسر بيدنا ده في علا الدواعش عوزوا بالله منهم نحن بنقول تكسر في قلوب الناس بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة بقول تشتغلوا دعوة وتنهوا الناس عن الشرك لو ضباحوه او وعد تقيف عن الدعوة لو قطعوه او وعد تقيف عن الدعوة لو سجنوه او وعد تقيف عن دعوة الناس للتوحيد يا اخي نحن دارين للنازل الخير يا جبا دارين البلد تصلح ونحن نعلم انه ما بتصلح باعتصام والله ولا بتصلح بمظاهرة والله ولا بتصلح بمتاريس كم ما تروس عمله كم ايه صلحت مش جاطة زيادة وبازة زيادة دا ما بيصلحها متجربت داك ابا يصلح ما بنقول جربوا التوحيد نقول طبقوا التوحيد يا اخي ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء الله ما قال بركة واحدة يا ناس كده بس افهموا الكلام دا ربنا قال بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون المشاكل الامنية والحروبات والفتن في اي بلد ما بيصلح الا اذا الناس خلوا الشرك ربنا سبحانه وتعالى قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مغتدون يعني شنو الامن ربنا قال الناس الوحدوا الله دا معنى الامن وما لخبة توحيدهم دا بظلم يعني بشرك قال دل عندهم الامن الحقيقي ما في حروبات اذا الناس وحدوا الله تمام اذا الناس وحدوا الله تمام يا مسلمون يا بشرية يا سودانيون يا ايها العالم والله لن ينصلح حالكم الا اذا اصلحتم عقيدتكم في ربكم تاني ما في حاجة بس ما في حاجة كتيرة بس تعبوض الله دا بلاو بس ما تشرك به لا برعي لا مكاشفي ما نبزناه نحنا ما نبزناه كونه يبنا اسمهم ما معناته نبزناه اسمه سمو كذا البرعي ما سميته أنا وداك سمو الكباج وداك سموه اب جنزير وداك سموه فركة ما سمينا نحنا ولا قلنانا على ابوه ولا قلنانا على القبيلته لكن قلنا دال ما آله مع الله الله براوى الاله ربنا قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الشيوخ الأوليع الفقراء القبب الأضرحة من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير اخر وصية يا شباب اللي تعلم آية وحدة في التوحيد يجب علو انه يبلغه اذا فهمه كما اراد الله واراد رسوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية ولو آية لكن ما تتكلم في الحاجة المبتع لما وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج يا اخي استحي اخي الداعية اذا كان اهل الباطل شغالين اهل الباطل شغالين دعاة الشرك شغالين في وسائل الاعلام المقروء والمسموعة والمرئية برنامج واحد بس مثال اسم حلال البريق برنامج فاشل برنامج والله ينشر الشرك الذي لم يكن على مثله لا ابو جهل ولا ابو لهب ولا للبريق ده قال عامل عمته كده ده جايبينه ويصدف له ناس اها قل لنا قصيدة التمساح دخل الشاجية وشرب البحر وغيره وباطل وكلام شرك يأصلوا للشرك انت تكون قاعد كيف والحمد لله السودانين بيحبوا الدين وعندهم عاطفة دينية لكن احنا الكسلانين مساجد مفتوحة حتى لو فيه مسجداته بتاع صوفية اللي بيعترضوا فيه والله تلقنفر واحد او نفرين بالكتير في الغالب يعني واغلب المساجد دي مفتوحة يقبلوا الحق لكن انت حضر تمام ايات قوية احاديث صحيحة نبوية كلمهم ما يعبدوا الا الله ما يستغيثوا الا بالله واعلم اخي الداعية ان الله ما بيرفعك الا بالتوحيد ودعوة التوحيد والحديث عن حق الله على العبيد الشيخ الفوزان قال كان في زمن الشيخ محمد بن عبدالوهاب علماء عندهم فغه وعلم يمكن يكون اكتر من محمد بن عبدالوهاب من ناحية كثرة المعلومات قال بمشي يجيب الفغه من الشام عجو راجعين نجد تاني علماء قال فلم يحيي الله ذكرهم لأنهم لم يدعوا الى التوحيد اما الشيخ رحمه الله كان دعوة الى العقيدة يمسك السيرة يمرق من الفوائد العقدية تفسير صورة الفاتحة الفوائد العقدية تفسير كلمة التوحيد لا اله الا الله كل توحيد عقيدة كتف العقيدة ووالله انه للفقه الاكبر كما قال الامام ابو حنيفة رحمه الله الفقه الاكبر هو العقيدة ومعرفة الله سبحانه وتعالى والفقه الاكبر الذي يعلم الناس التوحيد ده الفقه الاكبر كتير من الشيوخ الليلة والدعاة الوحد كما شقراء في المدينة وجا دكتوراء شايلة قدر الضربة فصوبيه جغالين يعجوز تستغيش بغير الله وغير الله بعلم الغيب وما فوق حاجة وكذا وهتلقى قاعد متندل بس قاعد شايل شهادة وطابقة وقاعد ده ما ينفع ما ينفع ياخي انتد علمت انه الله واحد وما يعلم الغيب الا هو وما يدعى الا هو كلم الناس الكلام ده واخلص شوف ربنا برفعك وصلى الله وسلم وبارك على الحمد